مش عارف ابان في الفيديو منكم. عاملين ايه? يلا النهاردة اقول لك ايه احسن مية في التلاتة دول. طب ايه الفرقة اصلا? دي مية تقليعة جديدة كده طالع اسمها المياه القلوية او الالكالاين وطر. بص حتى شكل الازازة بالتناس اوي. دي تعتبر اغلاهم. تاني حاجة المية المعدنية بتاعتنا. تالت حاجة المية الغلبانة بتاعت الاستاذة بوجروفطة ده. اللي هي مية الحنفية. تطارى مين احسن في التلاتة دول. دعا ناخدهم واحدة واحدة. ببساطة شديدة المية المعدنية. المية المعدنية العادية اللي بتتباع في اي سوبر ماركت. خلينا متفقين ان دي ولا مية جوفية ولا جاية من تحت الارض ولا فيها مسامير فسموها معدنية زريف. ببساطة مية عادية متفلطرة والضفق اليها شوية معادي. المشكلة ان هي محطوطة في ازايز بلاستيك. دي مشكلتها الوحيدة. البلاستيك بتفاعل مع الشمس والعربيات ماشية بتنقلها من مكان لمكان. خلاص ان تاريخ صلاحية البلاستيك ده ليه تاريخ صلاحية فبينفعش تاخدها وهي قديمة. لازم تاخدها وهي طازة. كلمنا عنها في فيديو لوحدها. البلاستيك بيتفاعل مع الشمس بيتحول لحاجة اسمها مايكروبلاستيك. بتغير من طبيعة المية وبتغير كمان من طعمها. اما بتتعقم خلال خطوط الانتاج بتاعتها بتمر بمرحلة ان هي بيخش لها حاجة اسمها ازون. والازون ما قلت لك لو مزنوق قوي ما فيش حاجة في الجيم او في المكان اللي انت فيه غير المية المعدنية او في الكافتيريا اللي انت قاعد فيها عادي ممكن تشربها بس ما توظبش عليها. واتأكد دايما ان التاريخ صلاحيتها حاضر. طب هي المية ليها تاريخ صلاحية? لا البلاستيك اللي فيها. ده بالنسبة لدي. نيجي عند المية القلوية او المية بنت الناس الاغنياء. المية القلوية ببساطة هم حطين شوية معادن بتزود قلويتها يعني بتقلل الحموضة بتاعتها. في زعم اقلك ان ده بيقلل الحموضة للناس اللي عندها حموضة في معدتها ده بيقللها كلام ده فاكس. او مش فاكس هو مع لهوش دراسات. تؤكد ذلك. في زعم تاني بيقولك ان هي بتقلل البي اتش بتاع الدم. فعلى اساسه هتقللك الامراض المزمنة هتقللك الشيخوخة. هتقلل السرطانات. حب اقولك ان بي اتش جسمك مش هيتغير بالضايت. في حاجة اسمها كلا وفي حاجة اسمها رئة مسؤولين عن ده. وبيعملوه بشكل كويس جدا. ولكن من واجب ان انا لازم اقول الدراسات اللي اتعملت على المية دي. اه دراسات صغيرة وفي منها دراسات على فران بس. بس برضو دراسات مهمة عشان ما نهدرش حق الفلوتر او المية المعدنية او المية القلوية دي. دراسة في عشرين عشرين على فران لقوا ان هي بتقلل فرصة حدوث الشيخوخة او مرض الشيخوخة بالنسبة للفار. طب هو الفار بي شيخ يعني? ايه طبعا كل الحاجات بتشيخ بس مش قصدي الشيخ ده اقصد علامات العجز لإيه علامات زهورها دي. فاللفين وتمنتاشر دراسة عملت ان هي اقليلة دهون الكبد بس برضو الدراسات كليلة وحجمها صغير. الفين وتمنتاشر دراسة في اليابان قالت ان هي اقليلة الامساك واحسين الدخول الشخص للحمان. الفين وستاشر دراسة تانية قالت ان هي اقليلة زوجة الدم. في اشرين واحد وعشرين دراسة لقوا ان هي قليلتها شاشة العظام. هي بالزات. الستات اللي وصلت لسن الامل. طيب هل ليها عراض جانبية? هي ملهاش اي عراض جانبية غير عرض واحد بس ان هي هتضر جيبك. خلاص ان احنا كمان محتاجين دراسات اكتر تثبت فعالية فعلا المياه القلوية دي. وهل هي فعلا بتأثر ولا لأ? لو هي فعلا كويسة انت ممكن مرة ولا مرتين مثلا في الشهر ممكن تجيبها. اكيدا خلصنا الفلووتر او الالكلاينووتر او المياه القلوية. نخش عند بنت الناس الطيبين دي اللي هي مية الحنفية. الطبيع انت لو فتحت الحنفية دلوقتي ممكن ينزل لك منها تمساح. بس ما تخلناش نعقق للامور. عايز اقول لك المفاجأة اللي في اخر الفيديو ان احنا احسن مية ممكن تعتمد عليها هي مياه الحنفية. بس اتعملها بتركات. تركتين بالزبط هيخلو لك مية الحنفية احسن من الميات التانية اللي بتروح تشتريها بالفلوس الغالب. والحاجة فلترها على فلتر كويس وفلتر انت وصد فيه تطلع لك مية متفلترة. تاني تركيها حطها جوه اي حاجة فخارية زي القلة مثلا او الزير. تقعد فيه فترة طويلة هتشرب مية ساقعة هتشرب مية متفلترة. طالع منها اي اي شوائب او اي حاجة وحشة. بلس هتاخد الفايدة اللي في نفسه او في الفخار نفسه. ففي اخر الفيديو نصيحة الشخصية ان انت تستخدم عادي مية الحنفية بس بالطريقة اللي تكلمنا فيها دي. كما يطلع اي قضية على المياه القلوية تأكد ان انا هقوله لك ان شاء الله. لو لينا عمر. ما تنساش تعمل فولو لايك وشير تشترك في قناة كابسول التخزية على اليوتيوب. تعملي المتابعة تعمل لايك تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد. الموضوع ده كان فعلا محاير ناس كتير قصة المية واشرب انهي مية وانهي مية المفيدة انت تشرب مية حنفية عادي جيدة. طب يا دكتور فعلا لو حصل ونزل يتمسح من الحنفية. حمي سلام.